السلام عليكم ورحمة الله بالشرح الجديد سنعرف على لوحة تحكم جديدة تمكنك من التحكم وإدارة السيرفر بشكل بسيط جدا هذه لوحة تحكم مبنية على إطار العمل لارابيل طبعا قبل البدء في تجربة لوحة تحكم هذه لا أنصح باستخدامها لإدارة مواقعك الحالية فهي لوحة تحكم ما زالت قيدة التطوير وليست ناضجة بما فيه الكفاية هذا هو الموقع الرسمي للوحة التحكم CP.SH سندها مباشرة إلى Documentation على هذا الشكل من أجل معرفة أي تفاصيل ممكنة ويعني البرمجيات المستخدمة لتطوير لوحة التحكم ويعني الأنظمة المدعومة طبعا فهي تدعم Ubuntu 24 ويعني تدعم وما إلى ذلك من البرمجيات سنقوم بالنزول ومن أجل النسخ الأمر الذي سيمكننا من تنصيب LCP.SH طبعا سنحتاج أولا إلى إنشاء سيرفر جديد تحديدا Ubuntu 24 إذا سنقوم بدخول إلى Digital Ocean وندهب إلى Create ثم Droplet ثم نختار Ubuntu 24 LTS نختار الخطة سنختار أرخص خطة ممكنة نختار Data Center وقوم بكتابة رقم سري على هذا الشكل يمكن كانت تعطي للسيرفر اسم جديد و Create Drop لانتهت عملية إنشاء السيرفر سنقوم بنسخ IP Address الآن سنفتح أي برنامج يمكنك من الاتصال عن طريقة SSH نسبة لي سأختار برنامج طابع على هذا الشكل إذا نكتب SSH ثم اسم المستخدم هو Root ثم Art والIP Address الخاص بالسيرفر ثم ثم الرقم السري الخاص بالسيرفر عندما ندخلنا للسيرفر سنعود لموقع لوحة التحكم سنقوم بنسخ هذا الأمر الذي سيقوم بالعمل بالكامل وتنصيب لوحة التحكم ثم ثم إنتر الآن سننتظر بعد الوقت حيث هذه العملية ستأخذ بعض الوقت من أجل إكمال العملية سنقوم بنسخ هذه المعلومات على هذا الشكل ونقوم بنسخ هذه المعلومات على هذا الشكل في الرابط وبفتحه في المتصف نقوم بالنقر هنا في الأعلى على داتش وورد على هذا الشكل ثم نقوم بنسخ اسم المستخدم ونقوم بنسخ الرقم السيري الذي ينصح بتغييره إذا كنت تريد تجربة لوحة تحكم هذه لمدة طويلة طبعا تستطيع تغيير الرقم السري من الإعدادات على هذا الشكل ويعني إنشاء أو توليد وإنشاء رقم سري جديد سنذهب الآن يعني بشكل سريع سنذهب إلى Sites من أجل إنشاء موقع جديد ثم نقوم بالنقر على New Site نقوم بكتابة الموقع الذي نريد إنشاء مثلا سأقوم بإنشاء Subdomain إذا سيكون مثلا WP Site ثم اسم الموقع الخاص به هنا السيرفر وهو السيرفر الحالي وPHP سأختار 7.4 لأنها مستقرة بشكل أكبر ثم confirm نقوم طبعا بنسخ هذه المعلومات إذن المعلومات أقوم بنسخها ثم يعني أنا الخروج الخطوة التالية الآن هي نسخ الـ IP Address والذهاب إلى مدير الـ DNS الخاص بك بالنسبة لأستخدم Cloudflare إذن سأقوم بإضافة AROCORD جديد إذن AROCORD على هذا الشكل ثم إذن هنا نكتب الـ Subdomain إذن في هذه الحالة هو WP Site وهنا الـ IP Address نكتب الـ IP Address فقط بدون HHHP إذن سايف هذا الشكل الآن نقوم بـ دخول للموقع من هذا الموقع نقوم بـ الدخول للموقع لنرى إن كان سيعمل بشكل جيد إذن الموقع يعمل بشكل جيد طبعا أو مجلد طبعا مجلد الـ Route الخاص بالموقع هو في هذا المصار إذن سنقوم بنسخ هذا المصار على هذا الشكل سنعود لسطر الأوابر سنكتب CD ثم يعني مصار مجلد الـ Route الخاص بالموقع ثم إذن الآن نحن داخل مجلد الـ Web أو مجلد الـ Route الخاص بالموقع سنقوم بحذف هذا الملف الـ Index.php فقط تكنت تريد معرفة ماذا يوجد داخل هذا المجلد سنقوم بكتابة card ثم index.php ثم enter طبعا سنلاحظ هنا في الـ H1 سنلاحظ هنا كلمة coming zone التي توجد هنا هي نفسها التي توجد هنا في الموقع طبعا هذه فقط رسالة رحيبية سنقوم بحذف هذا الملف الـ Index.php إذن سنقوم بكتابة RM ثم index.php طبعا لماذا دخلنا لسطر الأوامر لأن الموقع لا يوفر إمكانية تنصيب سكريبتات مثل الـ Wordpress بنقلة لا يوفر هذه الميزة حتى الآن لذا سنحتاج لتنصيب الـ Wordpress يدويا إذن سنقوم بالدهاب لموقع الـ Wordpress.org سنقوم بتحميل الـ Wordpress ثم على هذا الشكل ثم نقوم بالنقر هنا على زر الفعل الأيمن ثم ثم فقط نقوم بنسخ يعني رابط الـ Wordpress أو سكريبت الـ Wordpress هنا نقوم بكتابة WeGet ثم الرابط رابط على هذا الشكل يعني سنحصل على ملف .zip إذن 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 هذا هو الملف الخاص بنا سنقوم بفك الضغط عن هذا الملف إذن انزب ثم إذن إمت penis نقوم بعض السكر ثم إذن أتقوم بالسكر ثم لن الآن اولا سنقوم بنسخه سنقوم بنسخ محتوى الى ملف جديد سنسميه بدون سامبل سنقوم بنسخه سنقوم بنسخه سنقوم بنسخ هذا الملف لانه لا نحتاج له اذا ارام على الشكل ثم WP config sample اذا تم حدف ملف WP config sample الآن سنقوم بالتعديل على هذا الملف ملف الconfiguration الخاص بالورد بريس اذا سنستخدم nano ثم WP config ثم end سنقوم بالنزول الذي سنعدله تحديدا هو اسم قاعدة البيانات اسم المستخدم والرقم السري وهي المعلومات التي قمنا بنسخها يعني اثناء انشاء الموقع اذا هل هي قاعدة البيانات سنقوم باضافتها هنا سنقوم بادخال اسم المستخدم والرقم السري اذا الان نقوم بالنقل على ctrl o enter ثم ctrl s ثم ctrl x سنقوم بالدخول للموقع نقوم فقط باضافة slash wordpress اذا اتصل الورد بريس بقاعدة البيانات بشكل جيد الآن سنقوم بكتابة يعني اسم الموقع مثلا سنسميه مثلا الموقع الجديد هنا اسم المستخدم نسميه مثلا WP site وهنا الرقم السر ثم البريد الكتروني اذا كنت تريد منع المحركات البحثة من ارشفة الموقع يمكنك تحديد هذا الخيار ثم install wordpress ثم login اجل تسجيل الدخول اسم المستخدم WP site ورقم السر للذين الورد بريس طبعا احدت نسخة وهي نسخة الورد بريس خمسة تسعة دان كانت لطريقة يعني استخدام لوحة تحكم CP لوحة تحكم بسيطة وما زالت قاعدة تطوير ربما في يعني الايام القادمة سيقومون باضافة ميزات اخرى يعني اذا اضعفوا ميزة one click install التي تمكنك مثلا من تنصيب الورد بريس بنقرة زر وايضا اضافة مدير الملفات سيكون هذا الشيء لكن الان انا عملت هذا الفيديو فقط من اجل التجربة لان كان هذا هو الشرح شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة